صويت علامر الشحي وزارتي الدفاع والداخلية عدها مراقبون انها جاءت بالوقت المناسب خصوصا وان البلاد تمر بظروف حرجة متمثلة بالحرب على تنظيم داعش الارهابي والخرقات الامنية التي تعصف بالبلاد بين فترة واخرى بعض الوزراء لا سيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد مع الهجمات الشرسة للعصابات الارهابية واحوج ما يكون له البلد في هذه الفترة ان تتم عملية استلام وتسليم لهؤلاء الوزراء في الداخلية وفي الدفاع كذلك ان هذه العملية ترطب الاجواء السياسية وتعكس جانب نوعا ما فيه من الاستقرار الذي يخدم المواطن العراقي بشكل او باخر مراقبون للشأن السياسي اكدوا ان تعين وزيرية الدفاع والداخلية سيرفع من معنويات الجنود والقيادات الامنية التي ترابط في ارض المعركة وتقوي من عزيمتهم سيما وان الانتصارات التي تحققت على ارض الواقع تترجم بسواعد الاطال وهزيمة داعش من العراق قابق وسيني او ادنى وزارتين وزارة الداخلية وزارة الدفاع اعتقد مهمة جدا في الوقت الحاضب اقلها هو اطمئنان الجيش العراقي وبالتالي هذا الثقل الوزيرين قد يكون مؤثر على الجانب المعنوي اكثر منه جوانب اخرى فاعتقد الجانب المعنوي الآن بالنسبة للجند العراقي اللي موجود على الجبهة الآن محتاج الى استقرار سياسي واعتقد جزء من الاستقرار السياسي هو الموافق على الوزارتين ويذكر ان اكثر من خمسة اشهر ووزارة الدفاع بدون وزير لها بعد قالته بتصويت من مجلس النواب اما وزارة الداخلية بقي شاغرة لاكثر من ستة اشهر بعد استقالة وزيرها محمد الغبان نتيجة خروقات امنية استهدفت العاصمة بغداد